السلام عليكم. حياكم الله. يا هلا وسهلا فيكم. اهلا والله بالمزارعين. اه الله يسعدكم وسعد ايامكم ان شاء الله ويجعل موسمكم القادم موسم جميل جدا ان شاء الله. اه اليوم بما انه في موسم جديد جاي ان شاء الله بالطريق. ففي شوية يعني معلومات راح اعطيكم مياه ان شاء الله. اه لعله تنفعل البعض منكم ان شاء الله ويستفيد من الموسم القادم. اه هذا ما شاء الله انتاج اله. هذا اللي انا زارعه في واحد جولاي هذا واحد سبعة. هذا النباتات اللي هو ما هو البذر. هذه ناقلها في تاريخ واحد سبعة عشان نكون بس في توضيح للمعلومة. اه النبات جميلة الحمد لله وشكر. عطى كلاسترات جميلة. زي ما انتم شايفين هادي الكلاسترات. طبعا الصنف هذا اه ما تطلع حبته كبيرة. ولكن اه طعام لذيذ. اه كان اه تفوق على صناف كثيرة والله كانت عندي زمان. اه هذا هو الصنف الحلو. الشيري جربت منه كثير. المعلومات اللي بيقولها اليوم عن اه المحمية بشكل عام يعني. المحمية. خلينا نبدأ بالخلايا التبريد. خلايا التبريد الله يسعدكم يسعد الجميع. خلايا التبريد لا بد يكون الماء منضبط و نزوله متوازي من اول الخلية الى اخرها. من اول الفريم الاخر الفريم. بمعنى انه ما يكون في منطقة من المناطق ضعيف ضخ الما عليها. لما يكون ضخ الما ضعيف على الخلية. ترى راح تدفع ضريبة غالية. اول نقطة راح تسبب لك المشكلة هذه فيها. اللي هي تراكم الاملاح على الكرتون. شرائح التبريد. راح تتراكم الاملاح. بمعنى انه لو كنا عندنا مثلا هذا الخلية. لو كان فيه نفرض النقطة هذه ما يجيها ري سليم. ما يجيها تغذية مياه سليمة. هذه على طول فورا راح تكون خط املاح من الاعلى للاسفل. هذا اول سبب لتراكم الاملاح. لكن لما يكون الماء بتوازي كله بخطة تغذية بالاعلى هنا. المنطقة هذه لازم تكون منضبطة بالري بتغذية الخلايا. اي خلل بخطة تغذية على طول راح يطلع عندك خط املاح مباشرة. بعدين راح تقول انت المياه عندي وما ادري ايش. لا لا مش من المياه. المشكلة الاولى من ضعف الامداد في واحدة من النقاط اللي فوق. خط الري هذا عادة نحن نعملوه. خلونا نتكلم عن المحميات الصغيرة. نعملوه بوصل الاربع. هذا هو زي ما انتم شايفين اذكر واضح. التخريم يكون ثلاثة سنتي ثلاثة ونص اربعة يعني ما نتجاوز الاربعة وبحدود الثلاثة يكون يكون جميل اللي هو الخروم اللي تنعمل بالخط الامداد خط الري. بالحالة هذه لما تترتب عندنا الخروم اللي بالخطة التغذية. باذن الله ما راح يكون عندك ترسيب املاح نهائيا. هذه ترى نقطة مهمة جدا بالعملية الاملاح. واللي في كم ويبغي يجرب بس يقفل له اثنين او ثلاثة من الخطوط هذه بتيب. واقل من ثمانة واربع ساعة راح يلقي خط ملح من الاعلى للأسفل. هذه نقطة واحدة من ناحية الخلايا. وطبعا الخلايا تعتمد على انه ما نقول المياه لها دور نوع الماء مالح وغير مالح. بس الاكثر تأثير اللي هو الانضباطية بتوزيع الماء فوق الكرتون. وما في داعي يكون الخط الري بعيد عن الكرتون. البعض يقول لازم يبعدوا مدري ايش او مقلوب. لا لا لا. الكرتون بطبيعته عنده خاصية سحب الماء. فلو تحطه يبعد اثنين سانتي عن الكرتون. راح راح تسعب الكرتون ولا راح يكون في تطشير مياه ولا شي. هذه النقطة بخصوص الخلايا. على زي ترتاحون من الغسيلة الدائم والشغلات اللي ازعجتكم صراحة. بالنسبة لها. نجي على الاوساط يعني انا انا بتكلم عن الحجر البركاني. وعن البرلايت. يعني هدو اللي الوسطين اللي اكثر شيوع عند الجميع. خلكم تشوفون الورد وانا اتكلم او ساعلكم صادر يعني. الحجر البركاني هذا انا افضله بالشتاء. بالشتاء افضل الحجر البركاني كثير. لانه ما عندي مشكلة من حرارته. ما راح يرفع لي حرارة المحليل. الامر اه جميل ما في شكلية من المحليل ما عليها مشكلة بالشتاء. وايضا الحجر البركاني يحتاج زيادة ري. يعني لما يكون عندك خطين واحد حجر بركاني واحد بيرلايت. انتبه. لا تسوي التايمر على نفس التوقيت. لا الحجر البركاني عطوه دبل يعني تعطي دقيقتين هنا. عطوه ثلاث او اربع دقيق على الحجر البركاني. يعني لو تعطي دقيقة عطي دقيقتين. ام ولا يكون من بعد الدقيقة الثانية يعني ابدأ هدي بالاااااااااااااا. بعملية الدبل. خليك مثلا دقيقتين تعطيه ثلاث. ثلاث تعطي اربع. يعني الحجر البركاني ترى يحتاج ري ما هو بسيط لأنه ما يحتفظ بالمياه للأسف يعني وهذه ميزة فيه لكن كيف نستفيد من الميزة نستفيد منها أنه نزيد الري عليه البرلايت هو المصيبة الحقيقة البرلايت يبغى له عناية بالري وانضباطية كاملة كاملة بالري البرلايت البعض يزيد الري ويطلع عنده على طول مباشرة تعفون جذور لأنه بيئة سبحان الله يعني يمسك الماء بشكل غريب وعجيب فما هو جيد يعني لازم بالصيف البرلايت أنا أفضله كثير اللي عنده إمكانية يعني يغير من هنا يعني ما في مجال وعشان نبعد عن تعفون الجذور من زيادة نسبة الأملاحة المتواجدة 24 ساعة عند الجذور هذه شي سيئة فأنا برأي أنه البرلايت والصيف جيد حجر بركاني بالشتاء جيد مع مراعاة الري وإن استخدمت طريقتين ما عندك شكالية بإذن الله الأمر الثاني على السريع بس نقول لكم استيعابة ديتش باكت كذا مرة نتكلم لما يكون عندك ديتش باكت في نص المحمية في نص المحمية حط بالديتش باكت الواحد لو تقدر شتلتين ما عندك مشكلة لما يكون صف واحد ديتش باكت صف واحد حط شتلتين بحيث أنه واحدة تربيها يمين واحدة تربيها يسار في ممرات هنا تكون هذا القضية الأهم بالنسبة للناس يسألون كثير لو تحط ثلاثة ثلاثة شتلات بدتش باكت ما عنده مشكلة الجذور ما احنا طالبين منها تتمدد الجذور احنا نأمل لها الغذاء كامل القضية بقضية المجموع الخضري كيف راح تربيه كثير ناس يسألون عن كم وكم اترك العملية كامل الجذور ما نبغى يتحرك أبدا لكن انت عندك القدرة تربي المجموع الخضري زيد الشتلات ما عندك شكالية ايضا فيه اشياء ثانية لازم يكون فيه تناسب ترى بين مراوح الشفط قوتهن وعدد خلايا التبريد لانه لما يكون الخلايا التبريد صغيرة وعندك مراوح الشفط اكبر طاقة منهن الهواء اللي راح يدخل هذا راح يدخل سريع ما لحق يتبرد داخل الكرتون فيكون الهواء لازم يكون الهواء داخل بانسيابية هادية بحيث انك تشعر مجرد ما تدخل المحمية بورودة الهواء اللي طالع من الكرتون التبريد خلايا فلازم يكون فيه شوية تناسب وينتبه الواحد لهذا الامر الامر الاخر خزان خزانات المحاليل يعني لازم الواحد ينتبه لهذا النقطة هذي بصراحة لانه خزان المحاليل للبعض يقول له والله انا بكبر الخزان عشان استفيد ما اعبي الخزان كل يوم واتعب وبهذل نفسي لا لا حبيبي اذا كبرت الخزان هنا هنا فيه مشكلة احنا بالضبط ما ندري النبتة هذي كم امتصت من العناصر فيه عنصر معين النبتة سحبته اكثر من العنصر الاخر فما حتقدر يقول لك انه والله سحبت العنصر معين فلاني عشان ترجعه لا النبتة تمتص واحنا ما ندري ما فيه دراسة تثبتلك انه والله النبتة راح تمتص اكثر واقل انت عطيتها المحاليل كلها بالخزان ودفعة واحدة فالافضل يكون خزانك اقل عشان النبتة لما تشيل عنصر معين اكثر من الاخر ما نبقى المحلول نغذي فيها النبتة وهو ناقص هذا العنصر فصغر خزان التغذية خزان الري كل ما يصغر احنا راح نطلع بنتيجة جيدة انه راح نعوذ العنصر المفقود اللي فقدناه عن طريق امتصاص النبتة له على حساب عناصر اخرى موجودة نعوذه بانه نعطي محاليل جديدة فبالطريقة هذي نمشي والله يسعدكم انها تكون العملية يعني شوية يكون في راحة نفسية بالتعامل مع النبات بعد ما نكون منضغطين ويعني ابد اربع عشرين ساعة المحاليل لازم تكون موجودة يعني شوية ريح يوم واحد يومين عطي موايا خلي النبات ياخذ موايا خلي ينزل المتبقي في الداتشباكة يرجع على الخزان وبعد كده انت تقدر تعرف يعني تضيف مرة ثانية وتحسب حساباتك بالنسبة الاملاح ما ترفع طبعا بالشتوية نقدر نرفع الاملاح وحنا مرتاحين عن بعض الحدود المعينة الصيفية لا والله ننزل يعني اقل من الحد المعين عشان ما نحرق جذور النبات وموضوع الري موضوع الري باختصال عشان ما يطول الفيديو لاني انا من الناس الملولين فتعامل معكم زي ما اتعامل مع نفسي والله انا اعمل من المقاطع الطويلة المهم موضوع الري لازم يكون فيه يعني انضباطية دقائق معلومة حتى المحاليل لازم تكون الرقم تثبت عليه خلاص بدل الانتاج عندك بدأ زي كده ثبت لغاية اخر عمر النبتة ثبت الرقم ولنفرض الف ثمانمية الفين ثبت كده خلاص لا تغير شي نهائيا لا ترفع لا تنزل الا انك تعطي موايا فاضية بدون محاليل الري حكاية الالتار هذه كم لتر وكم لتر راح يطل عندك قاط ومدري ايش حبايبي والله لا احد يزعج راسه بالكلام هذا ولا احد يدوخ نفسه ما احد راح يقول لك كم لتر الا انت اللي قاعد عند النبتة تشوفها وتشوف الحواض حقتك وتشوف نسبة الرطوبة عندك فلذلك لا احد يعني تعب نفسه بالحسبات هذه هي الدقائق معلومة بول عمر النبات تكون زايدة اخر عمر النبات او منتصف عمر النبات نخففها شوي لما يبدو وقت الانتاج نثبت على الدقائق المعلومة اللي هي اقل مرحل بمرحل عمر النبات الطيب اللي اكيد راح نتكلم عنه دائما وابدا نتكلم عن الانضباطية الانضباطية في كل شي لازم تكون عشان تلقى محمية جميلة وتلقى انتاج جميل باذن الله والله يسعدكم ويسعد الجميع ان شاء الله انا الحين قاعد بجنب حارة الغلابة هذه فالله يسعد الجميع ان شاء الله نشوفكم في اوقات اخرى انا بالعادة اجيب لكم يعني وارد ولكن هذا الورد شوفوه وبالاخير بقتم لكم بوريكم الوردة هذه التواج جديدة هذه يلا وهذه اختها بعد لسه الله يسعدكم وفق الجميع في امان الله